اشتركوا في القناة اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة ووقفنا عند القاعدة الثالثة والعشرين وهي قوله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذه القاعدة مجتملة على أصلين الأصل الأول يتعلق بالصلح والأصل الثاني يتعلق بالشروط فأما الأصل الأول وهو الصلح فالمراد بالصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين متخاصمين معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين متخاصمين ونفهم من هذا التعريف أن الصلح يعتبر عقدا من العقود وأنه لا يكون إلا من طرفين فأكثر وقد أشاروا لذلك بقولهم معاقدة لأن المعاقدة على وزن مفاعلة والمفاعلة إنما تكون من طرفين فأكثر وهذا هذا العقد يتوصل به إلى قطع النزاع بين طرفين فأكثر ولهذا يقولون معاقدة يتوصل بها إلى قطع النزاع بين طرفين فأكثر والعلماء ينصون على أن الصلح يعتبر أوسع العقود وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه يتعلق به أبواب من العلم فهو يتعلق به باب الجهاد والقتال والمال والنكاح ولهذا العلماء يجعلون الصلح أنواعا النوع الأول الصلح بين المسلمين والكفار كما قال الله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها والنبي صلى الله عليه وسلم لتصالح مع كفار قريش يوم الحديبية وهذا يذكره الفقهاء في كتاب الجهاد والسير النوع الثاني الإصلاح بين الإمام والبغاه كما قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وهذا يذكره الفقهاء في باب قتال أهل البغي النوع الثالث الصلح بين الزوجين وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله والصلح خير وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وهذا يذكره الفقهاء في كتاب النكاح والنوع الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير المال كما قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والنوع الأخير هو الصلح بين المتخاصمين في المهال وهذا يذكره الفقهاء في باب الصلح وكذلك النوع الذي قبله يذكره الفقهاء في باب خاص اسمه باب الصلح فالصلح يعتبر من أوسع العقود والصلح الذي عقد له الفقهاء بابا مستقلا هو الصلح في المال وكل هذه الأنواع الخمسة تدخل في القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فهو جائز بين المسلمين وجائز أيضا بين المسلمين والكفار كما في الصورة الأولى والصلح في الأموال يقسمه الفقهاء إلى قسمين القسم الأول صلح على إقرار والقسم الثاني صلح على إنكار والصلح على الإقرار معناه أن المدعى عليه يقر بالمال الذي ادعى به المدعي ثم يتفقان على أن يدفع له هذا المال في أن يدفع له بدلا عن هذا المال فيدفع له عينا عوضا عنه أو يتفقان على أن يسقط عنه بعض المال أو يتفقان على أن يقدم له المدعى عليه منفعة عوضاً عوضاً المال المدعى به فهذا يسمى صلحاً على إقرار ومعناه أن يعترف المدعى عليه بالمال الذي ذكره المدعي ثم يتفقان على ما فيه مصلحة لهما النوع الثاني صلح على إنكار وذلك بأن ينكر المدعى عليه المال الذي ادعى به المدعي ثم يتفقان بعد ذلك على أن يدفع له المدعي شيئاً من المال حتى يسقط الدعوة أو يدفع له عوضاً عنه كعين من الأعيان كما لو ادعى عليه بدراهم فاتفق على أن يدفع له لأرضاً أو داراً عوضاً عنها وهذا النوع من الصلح وهو الصلح على الإنكار له فائدة للمدعي وللمدعى عليه فالفائدة للمدعي أنه يأخذ حقه الذي لإدعاه أو يأخذ بعضه أو عوضاً عنه وفائدة الصلح للمدعى عليه أن المدعي يسقط الدعوى عنه لكن هنا أمر لا بد من التنبه له وهو أن المدعي لا يجوز أن يدعي بما ليس له فإن فعل ذلك فإن هذا يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وقد عرفنا أن من الأصول العظيمة التي ترجع إليها المعاملات المالية لتحريم أكل أموال الناس بالباطل وكذلك المدعي وكذلك المدعى عليه لا يجوز له أن ينكر مالاً في ذمته لأنه لأنه يسقط حقاً للمدعي وهذا محرم لأنه يعتبر أيضاً من أكل أموال الناس بالباطل وتضيع الحقوق الواجب أداؤها لهم فمن كان يعلم صحة فمن كان يعلم عدم لصحة ما ذكره فإنه يكون آثماً عند الله سبحانه وتعالى وإذا كان كل واحد منهما إذا كان المدعي يعتقد صحة الدعوة بالمال الذي ادعى أنه في ذمة لا المدعى عليه فإن المال الذي يأخذه يأخذه على سبيل المعاوضة لأنه يعتقد أنه عوض عن المال الذي أخذه منه المدعى عليه فيعتبر في حقه بيعاً وأما بالنسبة للمدعى عليه فيعتبر العقد في حقه إبراء لأنه دفع المال لإبراء لذمته وإسقاط الدعوة والأصل في الصلح الكتاب والسنة كما تقدم ذكر بعض الأدلة المتعلقة بهذا ومنها قوله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وإصلاح هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم جميع أنواع الإصلاح وكذلك قوله سبحانه وتعالى والصلح خير فالصلح هنا لفظ عام لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم جميع أنواع الصلح وأيضا ما جاء عند أبي داود وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا الحديث تكلم لبعض العلماء في سنده وضعفوه لكن ذكر جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن له طرقا يقوي بعضها بعضا وأنه يصلح ل الاحتجاج به في الأحكام الشرعية و مما ينبه عليه أن الصلح لا يعتبر عقدا مستقلا وذلك لأنه أحيانا يكون بين المسلمين والكفار فيتعلق بالجهاد في سبيل الله والعلاقة بين المسلمين والكفار وأحيانا يتعلق بالنكاح وأحيانا يتعلق بالمال وأحيانا يتعلق بغير المال فهو ليس عقدا مستقلا وذلك لأنه يكون بحسب العقد الذي ورد فيه ولهذا يذكره الفقهاء في عدد من الأبواب وأما باب الصلح الذي يذكرونه فهو تابع للمعاملات المالية وقد نص على هذا العز بن عبد السلام رحمه الله في كتاب القواعد وبناء على ما تقدم تقريره فالأصل في الصلح أنه جائز وذلك لعمومات الأدلة السابقة وعلى هذا إذا اصطلح شخصا أو أكثر فالأصل أن هذا الصلح جائز ومن قال بمنعه فلابد أن يقيم الدليل على ذلك لأن المنع في هذا الباب على خلاف الأصل ومن خالف الأصل يلزمه الدليل ويستثنى من الصلح صورتان يستثنى من الصلح الجائز صورتان الصورة الأولى الصلح الذي يترتب عليه تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى ويدل على هذا قوله في الحديث إلا صلحا أحل حراما ويمثل الفقهاء لهذا بمن اصطلح مع امرأة على أن تقر له بالزوجية فإن هذا صلح وهي ليست زوجة له فإن هذا صلح يحل ما حرمه الله سبحانه وتعالى وكذلك لو اصطلح مع شخص على أن يقر له بالعبودية فإن هذا من الصلح الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وكذلك لو كان له على شخص دين فاتفق على أن يقضيه به بدين أي بعد زمان من عقد الصلح فإن هذا لا يجوز لأن بيع الدين بالدين محرم وقد حكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك الصورة الثانية عكسها وهي الصلح الذي يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى وقد جاء الدليل على هذا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنها المتقدم لا إلا أو صلحا حرم حلالا ومن أمثلة ذلك لو أن رجلا خطب لامرأة فاشترطت عليه أن يطلق زوجته فإن هذا يعتبر صلحا بينهما كما أنه أيضا شرط يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى أو أن شخصا اصطلح مع آخر على أنه لا يأكل طعاما معينا فهذا أيضا من الصلح الذي يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى ومن الصلح الصلح الذي يحصل بين القبائل وهذا الأصل فيه أنه جائز لعموم الأدلة السابقة والسعي فيه ممدوح يثاب فاعله عليه إلا إذا ترتب على ذلك لا الدخول فيما حرم الله سبحانه وتعالى كالالزامات التي يجعلونها على من عليه الحق كقولهم لمن فعل هذه الجناية فإنه يلزمه مال قدره كذا وكذا ويكون هذا محددا فهذا يعتبر من الإلزام الذي يخرج من باب الصلح إلى باب الحكم والحكم إنما يكون لله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد توعده الله عز وجل بوعيد عظيم كما قال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فهذا يخرج من باب الصلح إلى باب الحكم وإنما المقصود بالصلح إزالة الثائرة وقطع النزاع بين المتخاصمين ولو ترتب على ذلك دفع عوض يجتهد المصلحون الذين لهم خبرة ولهم علم بذلك يجتهدون في تقدير هذا المال بما يناسب الجناية أو الاعتداء الذي حصل بحيث يقطع الثائرة بين المتخاصمين ولا يخرج الإنسان من باب ما أباح الله إلى باب آخر وهو ما حرم الله سبحانه وتعالى لأن هناك فرقا بين البابين باب الصلح وباب الحكم هذا هو الأصل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة وهو أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا الأصل الثاني هو الشرط وقد ذكره في قوله والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا والشرط المقصود به الشرط معناه في لغة العرب إلزام شيء أو التزامه ويجمع على شروط وعما الشرط بفتح الراء فمعناه العلامة ويجمع على أشراط ومنه قوله سبحانه وتعالى فقد جاء أشراطها فأشراط جمع شرط بفتح الراء وأما شروط فهو جمع شرط بإسكان الراء والمراد بالشرط هنا أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر شيئا له فيه منفعة كأن يقول أبيعك هذه الدار على أن أمكث فيها شهرا أو أشتري هذا الطائر بشرط أن يكون صيودا أو أشتري هذا الكتاب بشرط أن يكون ثمنه كذا وكذا فهذه كلها شروط والأصل في الشرط هو الإباحة ويدل على هذا الكتاب والسنة والقياس الصحيح والاستصحاب وعدم المنافي وقد ذكر هذه الأدلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية لأما الكتاب فكما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والشرط يعتبر عقدا من العقود يجب الوفاء به وأيضا قوله صلى الله عليه وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وعما القياس فيدل على أن الأصل في الشروط هو الإباحة لأن الشروط من أمور العادات فتقاس على الأمور العادية وأمور العادات الأصل فيها الإباحة وأما الاستصحاب فيدل أيضا على أن الأصل في الشروط الإباحة لأن القاعدة المستمرة في الشريعة هي أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ومن أفراد هذا الأصل الشروط التي فيها منفعة للمتعاقدين أو لأحدهما فيستصحب هذا الأصل ويستدام حكمه وأيضا من الأدلة على هذا لآثار الصحابة رضي الله عنهم كما في قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط ومما يستدل به وهو دليل عدم لعدم الدليل المنافي لهذا الأصل وهو الإباحة الشروط فإن قال قائل جاء في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط أفلا يدل هذا الحديث على أن كل شرط ليس مذكورا في كتاب الله وهو القرآن فإنه يكون محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الحديث ببطلان الشروط التي ليست ليست في كتاب الله فالجواب ألا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في كتاب الله أي ليس في دين الله فالمراد بالكتاب هنا الدين ثم لو فرضنا نقول المراد بالكتاب هنا الدين والأدلة الشرعية قد دلت على أن إباحة الشروط من دين الله سبحانه وتعالى كما في السنة وآثار الصحابة والقياس ثم لو فرضنا أن المراد بقوله في كتاب الله القرآن فالقرآن قد دل بعمومه على أن الأصل في الشروط الإباحة كما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإنها هذه الآية عامة تدل على أن أن الله سبحانه وتعالى أباح الأشياء النافعة لخلقه وذلك من جهتين الجهة الأولى أن هذه الآية وردت في سياق الامتنان والله سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بمباح فالمحرم ليس محلا لأن يمتن الله سبحانه وتعالى به الجهة الثانية اللام في قوله لكم فإنه حرف يدل على التمليك وإذا كان الإنسان مالكا لشيء فإنه يباح له أن ينتفع به إذا كان مالكا لعينه أو للتصرف فيه فإن ذلك يلزم منه لإباحة لذلك الشيء فبناء على هذا الأدلة لا يوجد فيها ما يدل على تحريم ما يدل على أن العصل في الشروط هو عدم الإباحة بل الأصل في الشروط هو الإباحة وهذا يشمل الشرط الواحد ويشمل الشروط المتعددة فلو اشترط إنسان شرطا واحدا صح ذلك ولو اشترط شرطين أو أكثر في عقد من العقود فإن هذا يصح وعما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فهذا ضعفه العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله فقد أنكر هذا الحديث وأنكره غيره من أهل العلم ومذهب الإمام أحمد رحمه الله يعتبر أوسع المذاهب في باب الشروط فالإمام أحمد يعتبر أكثر تصحيحا للشروط من غيره من الأئمة وإن كان الأئمة أيضا يصححون يجعلون الأصل في الشروط الصحة والإباحة إلا أن الإمام أحمد رحمه الله هو أوسعهم في ذلك وقد علل العلماء لا هذا بأن الإمام أحمد رحمه الله كان أوسع من غيره في هذا الباب لأنه بلغه من الآثار ما لم يبلغ غيره من العلماء فلهذا كان أوسعهم اعتبارا للشروط وقريب منه الإمام مالك رحمه الله يعني الإمام مالك رحمه الله يلي الإمام أحمد رحمه الله في الاعتبار للشروط وهذا نظير العمل بالمصلحة المرسلة فأكثر الأئمة عملا بها هو الإمام مالك رحمه الله ثم يليه الإمام أحمد رحمه الله والشروط التي لم تشرع يعتبر العمل بها واعتبارها تعديا لحدود الله سبحانه وتعالى وزيادة في الدين ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشترط شرطا محرما ومن أمثلة الشروط للمحرمة لأن يشترط الإنسان للمتعة وذلك بأن ينكح المرأة لمدة معلومة ثم يطلقها فهذا شرط محرم وكذلك اشتراط التحليل وذلك بأن يشترط الولي على طالب النكاح أن يحل المرأة لزوجها التي طلقها ثلاثا بأن يطعها ثم يطلقها بعد ذلك فهذا شرط محرم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه بيئة تيس المستعار ومن ذلك أيضا نكاح الشغار فهو محرم والشرط فيه شرط محرم وهو أن ينكح أو ينكح الولي موليته على أن ينكحه الآخر موليته وليس بينهما صداق فيشترطان أنه لا يكون بينهما صداق فهذا الشرط شرط محرم وهل يفسد العقد أو لا يفسده هذا محل لنظر وبحث عند الألف قهاء والأصل في الشروط كما عرفنا هو الإباحة وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم ويستثنى من ذلك صورتان الصورة الأولى الشرط الذي يحل حراما كما في الأمثلة التي تقدم ذكرها كنكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار وكذلك أيضا لاشتراط المالكين للعبد إذا باعوه لغيرهم أنه إذا اعتقه يكون الولاء لهم فهذا شرط محرم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط أهل بريرة رضي الله عنها هذا الشرط غضب وقال أما بعد فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان لمئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق فإذا اشترط أهل العبد أو الأمة على من باعوه عليه أنه إذا اعتقه يكون الولاء لهم فإن هذا الشرط يكون شرطا باطلا الصورة الثانية أن يحرم الشرط شيئا أحله الله سبحانه وتعالى ومن أمثلة ذلك أن يشترط البائع مثلا على المشتري أنه لا يبيع السلعة فهذا شرط باطل لأن فيه تحريما لما أحل الله سبحانه وتعالى فهذه القاعدة كما قلنا تتعلق بالأصلين عظيمين الأول يتعلق بالصلح والثاني يتعلق بالشرط ولما انتهى المصنف رحمه الله من هذه القاعدة انتقل للكلام على قاعدة أخرى فقال القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها قوله من سبق قوله من لا هذا لفظ عام لأنه شرط ولا الشروط تفيد العموم فيدخل فيه الذكر والأنثى ويدخل فيه أيضا المسلم والذم لأن لفظ من هنا لفظ عام والمباحات في قوله إلى المباحات جمع مباح والمراد المباح هنا ما ليس له مالك معصوم كالأرض مثلا التي لا يعرف لها مالك معصوم وكالكتاب التي لا يعرف لها مالك معصوم وكالكتاب الذي لا يعرف له مالك معصوم فمن التقط دابة مثلا فإنه أحق بتعريفها فإذا انتهت مدة التعريف وكانت مما يعرف فإنه يكون أحق بها وعولى بها من غيره وكذلك من جاء إلى مكان وجلس فيه قبل غيره فإنه يكون أحق به من غيره كما لو جاء إلى الصف الأول في المسجد أو إلى الصف الأول في القاعة الدراسية أو نحو ذلك فإنه يكون أولى به من غيره وقوله المباحات يحترز به عن المحرمات فإن المحرمات لا يجوز السبق لها أصلا بل السبق لها يعتبر مذموما عند الله سبحانه وتعالى ومن سبق لها يكون أكثر لإثما من غيره لأنه سن ذلك ومن سبق أو سن شيئا من الإثم فإنه يكون عليه إثم من عمل به بعده فالكلام في هذه القاعدة يتعلق بالسبق إلى المباحات ويحترز بهذا عن السبق إلى المحرمات وقوله فهو أحق بها يعني عند التخاصم فإذا فإذا حصل تخاصم بين طرفين وكان أحدهما قد سبق الآخر فإنه يكون أولى من الآخر وذلك وذلك لأنه ترجح بالسبق لوجود ما يرجحه على غيره وهو لا السبق فيكون أحق منه إما بالملك وإما بالانتفاع فمن سبق غيره إلى شيء فإنه يكون أولى من غيره لأن لوجود ما يرجحه على غيره وهو السبق فيكون أحق من غيره إما بالملك إن كان مما يملك وإما بالانتفاع ومثال الانتفاع ما تقدم فيما سبق في من سبق إلى مكان من الأمكن في مسجد أو إلى مكان ليبيع فيه فإنه يكون أولى من غيره لوجود السبق فالسبق يعتبر مرجحا له على غيره وهذه القاعدة مفيدة عند حصول التخاصم في الملك أو في الانتفاع فإذا حصل التخاصم وكان أحد المتخاصمين سابقا على الآخر فإنه يرجح بالسبق أما إذا تساويا في ذلك أو لم يعلم أيهما السابق فإنه ينتقل إلى طريق آخر من طرق الترجيح بينهما وهو القرعة ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة الخامسة والعشرين وهي قاعدة تتعلق بالقرعة والمناسبة بينها وبين القاعدة التي قبلها مناسبة ظاهرة لأن التي قبلها يترجح صاحب الحق بالسبق أما التي بعدها فيترجح المقدم منهما بالقرعة ولهذا قال رحمه الله القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذر تلق سمة فإذا عرفنا مناسبة ذكر هذه القاعدة قبل القاعدة التي قبلها وهي أن القرعة تشرع إذا لم يوجد ما يرجح لأحد الشخصين على الآخر فحينئذ ينتقل إلى طريق من طرق الترجيح وهو القرعة والقرعة يعرفها العلماء بأنها استهام يتعين به نصيب الإنسان استهام يتعين به نصيب الإنسان ويعمل بالقرعة في حالين الحال الأولى إذا جهل صاحب الحق وذلك بأن يستوي إثنان فأكثر في دعوى شيء ولم يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر فحينئذ يعمل بالقرعة كما لو ادعى زيد وعمر أن هذا ادعى كل واحد منهما أن هذا الماء له وليس هناك ما يرجح أحدهما على الآخر فصاحب الحق هنا مجهول ومن طرق الترجيح بينهما أن يقرع بينهما الحال الثانية أن لا يمكن قسمة الشيء بينهما فإذا أمكن قسمته فإنه لا يقرع بينهما كما لو كان الشيء الذي تنازع فيه كبيرا فحينئذ يمكن أن يقسم بينهما ويعطى أحدهما قسما والآخر قسما أما إذا لم تمكن القسمة بأن كان الشيء صغيرا فإنه حينئذ يقرع بينهما بينهما وبناء على هذا فإن هذا الماء لو ادعى فيه يمكن قسمته بينهما بأن يعطى أحدهما بعضه ويعطى الآخر لبعضه ولهذا قال الشيخ رحمه الله تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعدرة القسمة فهدان شرطان الأول أن يجهل المستحق والثاني أن تتعذر القسمة وطريقة القرعة أطلقها الشارع ولم يقيدها بقيد والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه فبأي وسيلة من وسائل الاقتراع لحصلت القرعة فإن ذلك جائز والقرعة طريق شرعي كما أنها طريق قدري كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم فهي طريق شرعي لدلالة الأدلة التي سيأتي ذكرها على ذلك كما أنها طريق قدري بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقدر أن القرعة تقع على صاحب الحق فهي طريق شرعي وطريق قدري وقد دل على اعتبار القرعة ومشروعيتها الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم أما الكتاب فما جاء في قوله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين ساهم يعني الاقترع لما ركب في السفينة ساهم أصحاب السفينة وأما السنة فما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا فهذا فيه دليل على أن القرعة مشروعة وأنها كما جاءت في شرع من قبلنا فهي أيضا من شرعنا وأما عملوا الصحابة فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما تشاح الصحابة رضي الله عنهم في من يؤذن يوم القادسية أقرع بينهم فيأخذ من هذا أن القرعة طريق معتبر عند الصحابة رضي الله عنهم وينبني على هذه القاعدة فروع كثيرة جدا وقد ذكر ابن رجب في آخر كتاب القواعد فروعا كثيرة وذكر مسائل يعمل فيها بالقرعة من بداية الفقه الإسلام إلى نهايته ومن أمثلة ذلك لو أن شخصين تنازع في الأذان ولم يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر فهما مستويان من جميع الصفات المعتبرة في الأذان فإنه يرجح بينهما بالقرعة فمن وقعت عليه القرعة فيكون أولى بالأذان وكذلك لو أن شخصا طلق إحدى زوجتيه ثم نسي العين التي طلقها منهما فمن طرق فالطلاق هنا متيقا لكنه قد جهل من وقع عليها الطلاق فيعرف من وقع عليها الطلاق بالقرعة فيقرع بينهما فمن وقعت عليها القرعة فإنها لتطلق حين لإذن وكذلك من الفروع أيضا لو أن امرأة لها أكثر من ولي كما لو كان لها أخوان أو ثلاثة ولم تختر واحدا منهما وتشاح في تولي عقد النكاح فإنه يقرع بينهم والأمثلة على هذا كثيرة كما قلنا لابن رجب رحمه الله في آخر كتاب القواعد ذكر جملة كثيرة جدا من الفروع المبنية على القرعة ولم انتهى الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة انتقل إلى القاعدة السادسة والعشرين وسوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اشتركوا في القناة